استكمالا يا حضرات ليه الكلام اللي قالته سالة يعني جاءنا الآن ما يلي برضو المزيد من التفاصيل بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم طبعا بعد رحلة العودة من جنوب أفريقيا عشان يبتدوا ان شاء الله من بكرة يستعدوا لمباراة المريخ اللي هتكون يوم الجمعة المقبل بإذن الله دي نقطة نقطة التانية هيجري كريم فؤاد لعب الفريق أشعة طبية خلال الساعات القليلة القادمة بعد تعرضه للإصابة بكادمة قوية في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة سانداونز لتحديد حجم إصابة كريم فؤاد وبالتالي تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة بالنسبة لمحمد هاني هيخضع لاختبار طبي قبل المشاركة في تدريبات الفريق ويأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي أن محمد هاني خاط تدريبات علاج طبيعي مكثفة على مدار الأيام الماضية وسوف يخضع لاختبار طبي بسبب شكواه من ألام في العضلة الضمة طبعاً بنتمنى الشفاء العاجل لكل اللعيبة المصابين